أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى من هو الإله الذي تعبده؟ من هو الإله الحقيقي؟ أكيد بتوافق أنه الله لا يناقد نفسه وأنه الله عنده طريق مش ممكن يعني يناقد الطريق اللي الله بيحطه أمام البشر وبتعرفوا أنا بجاهز في هذا الموضوع حرفياً كتبت عشرات عشرات الآيات اللي تظهر الله من نواحي عديدة طبيعته صفاته من خلال أعمال ومن خلال قدرته بتشوف يعني كل هذه الصفات أثينا طبعاً كانت مدينة إن صح التعبير مدينة الإنسانية لأنه بحسب الأثنيين كل شخص غير يوناني كان يعتبر بربري هاي المدينة هي مدينة حضارية مدينة الثقافة فيها أهم جامعة في العالم ولكن خليني أجيبها من الآخر مدينة الإنسانية الضائعة رغم أنه هذه المدينة هي بلد الفلاسفة مركز حضاري بلد العلماء بلد الثقافة ولكن الوثنية استشرت فيها فيها كل أنواع العبادات وكان بولوس عاوز يصل إلى مناطق تانية لتوصيل الحق الكتابي فبنى حديثه عن الله الواحد الحقيقي الله الواحد الحقيقي استخدم أمثلة اللي هن بيفهموها واللي هم بيعرفوها أيضا وأخيرا من كل هذا البناء اللي وضعه بولوس أراد أن يوصل حقيقة مرفوضة لليونانيين أن هذا الإله قام من بين الأموات الرب يسوع المسيح أقامه الله من الأموات فسخروا من هذه الحديثة يقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فإذن جهالة بالنسبة لليونانيين لأنه بالنسبة لليونانيين الله مش فاضي الآلهة موجودة على جبل أوليمبوس وعندهم يعني قضايا كتير وأوقات يعني بيقدوها مع بعض مش فاضي أنه واحد ليت أنه إله يجي يموت من أجل البشر فطبعا أراد أن يوصل بغض النظر كل الحقائق اللي استعرضها هي حقائق منطقية حقائق عقلانية حتى فلسفيا كان بحارب فلسفتين فلسفة الأبي كوريين وفلسفة الرواقيين وإذا صار في عندنا وقت ممكن أشرح شوي عن هذه الفلسفات ولكن عاوز يوصل رسالة وهي كل مكان بيضور في ذهن بولوس الإله المجهول لأنه ينسوا إله فهو بعاوز يوصلهم هذا الإله المجهول اللي أنا رح أتكلم عنه رغم أنه بآمنوا بالخوارق ولكن كانوا بيخافوا من البركة والعقاب من هذا الإله المجهول فحكى أنه عشان ترضي الله هو الرجوع عن طريق التوبة لأنه في يوم من الأيام أنت رح توقف أمام هذا الإله رح يدين ورح يتوقف أمامه فإذن دايما يعني منشوف في العهد القديم أنه في حرب يهوى مع الآلهة الأخرى آلهة المصريين مثلا في الضربات العشر آلهة البابليين مثل بيل ونبو بتقرأ في أشعي 46 أنه حتى الحمير اشتكت من الحمل لهذه الأصنام آلهة الفلسطينيين مثل الإله داجون أو داجون اللي نصف سمكة اللي سقط على وجهه أمام الإله الحقيقي أو آلهة الكنعانيين والعمونين مثل مولوك ومالكوم اللي كانوا بقدموا أطفال ذبائح لهذه الآلهة وعن آلهة اليونانيين الرئيسيين العشر أو اتنعش وطبعا مئات الآلهة اللي هي ديمي جودز معاهم وهكذا آلهة كثيرة جدا آلهة البابليين والأشوريين وآلهة الفرس آلهة اليونان الرومان أخدوا طبعا عن آلهة اليونان وسموها بتسميات أخرى آلهة النبطيين آلهة العرب وهكذا يعني على مر العصور والأزمان كان في آلهة كثيرة ولكن الله بيتكلم أنه الله لم يترك نفسه بلا شاهد أنه الله دايما كان بيعلن عن ذاته من خلال الخليقة من خلال الضمير كان بيعلن طبعا من خلال الأنبياء من خلال الوحي من خلال الكلمة مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة وكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أي بالابن عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدراته هذا الإله الحقيقي اللي أنا عاوز أتكلم عنه إخوتي وأخواتي اشتركوا في القناة